احنا النهاردة ياولاد هنتكلم على جامع السلطان حسن اللي هو زي ما كنا بنتكلم انه هو الهرب الرابع واتكلمنا قد ايه العظمة بتاعة مسجد السلطان حسن فانه هو معمول في منطقة استراتيجيا قوية جدا لانه هي بتطل قدام القلعة ولا هي جوه القلعة ولا هي جوه اسوار القاهرة الفاطمية مساحة الجامع 7900 متر مربع ورغم ذلك ان هي ما هيش مساحة كبيرة اوي مثلا تقارن بجامع ابن طلون اللي هو 17000 ولا الازهر ولا الحاكم الى ان العظمة بتاعتها جاية من ارتفاع الشاهق وضخامة ونسب الكتل اللي موجودة فيه حد فاكر الكلام اللي قاله بعض النقاد العالميين على السلطان حسن لو اخذنا فرانك لويد رايت هنا فرانك لويد رايت قال ايه على السلطان حسن ايوة يا محمد وقالني زي المصريين بيسيبوا الفن المعماري عندهم وبيقلدون بالضبط كيف يصمح لمن يمتلك هذا النوع الراقي من الفن ان يتركوه ويستبدلوه بمشاكل العمارة الغربية التي يحاول الغرب ذات نفسه التخلص منها طيب ولو رحنا للمقريز اللي قال ايه اللي قال انا ما شفتش عمل ضخم زي جامع السلطان حسن ده في اي من البقاعة التي زرتها سواء في الشام او في سوريا او في العراق او في شمال افريقيا او في اليمن زي ما انت شايف كده من اللقطة اللي موجودة دي قد ايه جامع السلطان حسن مسيطر على المنظر في القاهرة في ذلك الوقت سنة تقريبا 1903 يعني لا يكاد يعلو عليه اي مبنى في كل من سماء وارجاء القاهرة باستثناء جامع محمد علي اللي فوق اسوار القلعة وده طبيعي ان هو يكون اعلى لان هو مبني على هضبة كبيرة زي ايه زي هضبة المعطم شوف ازاي الضخامة وازاي هو مسيطر تماما على السكايلرين بتاع سماء القاهرة حسن فاتح بيقول ايه بيقول ان ازاي ان هو من صعودك من خارج المسجد ودخولك جوة الجامع سلطان حسن بتحس بان رائبتك بتترفع لفوق وراسك بتتلوي لفوق علشان تشوف هذا الارتفاع الشاهق وبعدها بتخش في مجموعة من الطرق والتهليز الديقة بالضلمة اللي بتنقلك من مرحلة من خارج المسجد الى عمق كميل جدا في صحن المسجد مونير ويدفي عليك روح من الغدوء ومن السكينة ما تلاقيهاش في حتة تانية الكريمر ذات نفسه اللي هو عملت دراسة عن الصوتيات جوة المسجد كان بيقول ان ازاي ان هو نقدر نخلي العدد 800 مصلي بيتكلمه جوة المسجد وما يبقاش فيه صدى صوت ولا كأنك معمول في مسرح درسوا المهندسين الصوت وظبطوا فيه كل الأجواء احنا عندنا فيديو لحاجة زي كده يا قاب في الفيديو اللي هو كنا نصورينه هناك يا دكتور يعني نزلنا الاسبوع اللي فات تمام اقدر تشغالي من عندي شير دي سكريين كده نسمع الصوت حتى منه بس هو النت عندي ما عرفش هيفصل هممكن ابعت اللينك طيب ابعت كده اللينك نسمع الصوت لأن يقول الناس أن ملك مصر لم يستطيع اكمال مبنى بدأه لكنت توقفت عن الانفاق على هذا المسجد اللي هو صفة وفلوس خزانة الدولة بالكامل تقريبا واتكلمنا على أن السلطان حسن هو الحفيد بتاع قلوون وأنه عد عليه قبل كده مجموعة من المماليك اللي حكموا مصر من ضمنهم أبوزة نفسه اللي هو الناصر محمد بن قلوون اللي حكم ثلاث مرات وكل مرة كان يحصل انقلاب عليه ويرجع تاني بعدها بفترة فكان الناصر سلطان حسن مصمم أنه هو ينهي هذه الإدارة المتخبطة في البلاد وأنه هو يقر لأولاد الناس اللي هم المماليك اللي من الجيل الثالث أنه هم يحكموا مصر بطريقة أكثر استقرارا ويستبعد المماليك اللي دايما بيسببوا مشاكل سياسية في البلاد فعشان كده سلطان حسن بدأ باستبعاد اتنين من أكبر الأمراء اللي كانوا بيسيطروا على البلاد وبنى الجامع بتاعه في نفس المنطقة اللي هي كانت بتطل على القلعة وكان قابليها فيه أصرين لاتنين من هؤلاء الأمراء مين المعماري بتاع السلطان حسن لأول مرة نقدر نعرف مين مهندس من المهندسين اللي اشترك فيه تصميم جامع في العمارة الإسلامية والسبب في كده ان احنا سنة 1944 مهندس اسمه حسن عبد الوهاب أثناء ما كان بيرمم أجزاء من الكتابات في المدرسة الحنفية فوجئ بأن الكتابة اللي موجودة بالخط الكوفي في جدران المدرسة مكتوب عليها شائد العمائر حسن محمد محسن محمد بيلك المحسني واللي هو اسمه شائد العمائر ده الاسم اللي كان بيطلق على المعماري أو المهندس المسؤول عن البناء وبالتالي قدرنا نعرف ان هذا الشخص اللي هو أصلا من أبارده أولاد الناس هو كان المسؤول عن هذا الحدث طيب ايه ده محمد 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 ايه ده شكرا محمد ده عبارة عن 3D model لجامع السلطان حسن لو ابتدينا من ناحية المدخل اللي هو من ناحية ميدان المحمودية أو ساحة الخيول اللي تكلمنا عنها حنبتدي نشوف لقطة معينة بتبين لك انت بتتفرك بتشوف ازاي وانت داخل من هنا اللي تبين وراء اللي أنا بشاور عليه ده عبارة عن ايه أولاد ده المدخل يا دكتور ده المدخل ايه بقى العبقرية في المدخل هنا العبقرية في المدخل زي ما هو باين كده من الكتلة ان هي ميلة على الوجه يعني مش على نفس استقامة الحيطة بتاعة الايه المقدمة بتاعة المسجد يعني كان ممكن المسجد يتعامل المدخل بتاعه ستريت كده ومتعملش ميل كده ايه بقى العبقرية الهينده سيف انه يعمله ميل يعني ممكن عشان يبين انه حاجة ضخمة او سبورت جودينج انترانس يعني اهو انا واقفلك دلوقتي يا روين بالضبط في اللقطة اللي هو لو احنا داخلين من المدان حنشوف ايه بتماشى معاك خطوة خطوة هو نورك كان بتتكلم بس انا كنت هقول انه عشان الواحد يقدر يشوف القلعة من هناك من الانجنس يعني مش القلعة يشوف المدخل ذات نفسه يعني انا دايما اما احب اخش مبنى ولو انا جيله ماشي من بعيد احب اعرف فين المدخل بتاعه لو كان المدخل على نفس استقامة الحيطة ده هي كان حيبان اه اوكي لا مش حيبان مش حيبان لكن شايفين اللقطة اللي انا مبينها لك من هنا دي انه هو صالع بارز لكتلة بارزة الورى لقدام ومعوجة كمان بزاوية بحيث ان انت تبقى شايفها وكمان بتتغير اللقطة بتاعتك طول ما انت بتتقرب بتتقرب منها فالعبقرية بانه هو يجعل المدخل في اخر المبنى وليس في وسطه ويعمله كتلة بارزة عن الوجهة وكمان يعملها ميلة فانا في رأيي ان دي من العبقريات التصميمية اللي ايه ما توجدتش قبل كده خالص في اي مسجد لحد عصرنا هذا ويمكن اللي بيشتغل من نوكو بعد كده يفهم في العمارة هيعرف فعلا ان ده تكنيك مستخدم بعد كده في اظهار المدخل انه هو يخليه حاجة very attractive دي نقطة النقطة التانية اللي بتدي نتكلم عليها اللي هي ايه الشبابيك اللي موجودة في وجهة المسجد لا اول مرة بنشوف في العمارة الاسلامية شبابيك رأسية طولية واختل مبنى من فوق لتحت وكأنها بتتعامل زي ما بيتعامل النهارده الابراج ونطحات السحاب بطريقة vertical بنسميها vertical window base الvertical window base ده ايه ما توجدتش في العمارة الا في القرن العشرين همال كانت ازاي دكتور قبل كده ده كانت كده زي ما تيجي تبص النهارد تلاقي الشبابيك اللي هي فيها ارشاد وفيها مقرنصات دي الشبابيك الاسلامية اللي احنا عارفينها انما اللي موجود هنا ده حاجة تانية خالص ده يكون لو انا جبتلك الصورة دي كده الوحدة وقلتلك ده الدينية زمن او عصر بناء المبنجة هتقولي ده في القرن الكام عشرين في القرن العشرين لو انا جبتلك اللقطة دي كده هتقولي ده فين دي العمارة الاسلامية التقليدية اللي احنا عارفينها اللي هي ارشاد وشبابيك ودوير ومقرنصات وايه والشغل اللي احنا عارفينه خصوصا لما تبص فوق وتشوف ايه تشوف المقرنصات اللي على السطح وجنبيها عرائز السماء تعرف ان انت في عصر عمارة المماليك لكن تشوف الشبابيك يتقول دي حاجة تانية خالص دي نقطة طيب الكتلة بقى بتاعت المسجد ذات نفسه الكتلة بتاعت المسجد ذات نفسه هتلاقي ان هي معمولة لا هي مربع زي الحاكم والازهر والمباني القديمة ده هي ولا هي مستطيل ولا هي شبه منحرف دول حاجتين ركبين في بعض كتلة مستطيلة وراكب عليها كتلة ملفوفة عنها بزاوية معينة وبعدين لها قدام كتلة تالتة ركب عليها فتراكب من ثلاث كتل عاملين ما بينهم الصحن المربع دهو ويحاط بيه الاربع ايوانات شايف الايوانات مكانها فين؟ هل هي باينة قدامك هنا الاربع ايوان الاربع ايوان اللي هو عبارة عن فولت او قب طالع من فوق السطح بين الاجزاء منه شايفها طبعا الشغل اللي معمول ده عبارة عن حد دخل رسم الثري دي بتاع جامع السلطان حسن بكل تفاصيله لدرجة ان احنا لو قربنا حنلاقي حتى المشكوات اللي هي اللومض اللي متعلقة بسلاسل من السقف شايفها ديها اسلام شايفها دكتور رابع اه حتى السجاجيد لو عملت زوم هتلاقي السجاجيد نفسها ايه مفروشة في الساحة ودي ايه الاوبة اللي هي مغطية الميضة اللي في صحي الايوان طيب ايه بقى قصة المنارات هو جامع السلطان حسن كان فيه كم منارة اربعة دكتور اتنين اه مفروض يعني بقى اربعة هو كان مفروض يكون فيه اربعة فعلا اه مين اللي قال اتنين راوين نادين نادين هابي فيس يا نادين هو فعلا انت قلت اربعة يا اسلام اه لكن هو ما فيهوش اربعة هو لو رجعت للصور بتاع السلطان حسن اهي اوكي مش باين فيه غير مدنتين بس الحقيقة ان هو كان متصمم ان يكون فيه اربع مقازن وما لإيه اللي حصل يا دكتور والله اثناء ما هما بيبنوا المدنة التالتة وطبعا كلنا عارفين ان المقازن هي بتكون اخر حاجة بتتبني في المساجد لان ده بياخد مجهود وتكاليف عالية جدا وبيعطل العمل في بقية المسجد فمش ما منطق ان انا ابدأ المشروع بان انا ابني المنارة واخلي كتلة المسجد دي بعدين فاللي حصل ان هما خلصوا المسجد وبدأ يشتغل وبدأوا يبنوا المنارات خلصوا الاولى وخلصوا التانية ولسه بيبنوا التالتة راحت ايه راح اتوقع على رؤوس المصلين ما تسببت فيه وفاة اكتر من 300 طفل كانوا في الكرتاب وقتها وطبعا ده كان يعني فعل وحش جدا والناس يعني بدأت تتكلم وتقول هو ايه اللي بيحصل ده وايه اللي انا شايفه ده وقالوا ده مؤشر مش كويس خالص على حكم السلطان ده بنسميها المنارة المنحوسة اللي وقعت اثناء الانشاء وكانت تسببت فيه مقتل 300 طفل زي ما قلنا بدأ الناس في الطاهرة يقولوا ايه اللي بيحصل ده فعل وحش قوي ده كده معناها طالما المدنة وقعت يبقى حكم السلطان على وشك الزوال لان السقوط المنارة يزان بزوال الحكم وفعلا معداش 35 يوم اللي لو كان السلطان حسن اغتيل اثناء رحلة صيد وكل الاصلحات اللي كان عايز يعملها في الدولة انتهت ولم يعثر على جثة السلطان حسن واللمنارة الرابعة ما انتهتش اوضا وانتبانت مرة اخرى النهاردة احنا عندنا السلطان حسن مازال بيعلم وبيدرس وبيزار واصبح من العلامات المميزة للعملة المصرية اللي هو موجود على ايه على انه عملة الميت جنيه بقى الميت جنيه بقى على الميت جنيه وطبعا الكمل السلطان حسن بعد كده هو التلميذ بتاعه اللي اسمه بشير واستمر ثلاث سنوات بعد وفاة السلطان حسن ويفتتح بعديها بثلاث سنوات يعني استمر العمل فيه من ثلاث لسبع سنين وللأسف ان كانت نهاية السلطان حسن انه هو العمل الوحيد اللي كان عايز يعمله في حياته ما خلصش وما شافوش لكن بقي التكليف بتاعه للمهندس اللي هو I want something impressive طيب لو ما تدي بقى اني ناخد بقى ايه الشغل بقى الهندسي بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه قلنا ايه دي بتعبر عن ايه ايه في البلان هنا في الرسمة موجودة هنا عندي ايه في الواجهة الايه دي عبارة عن ايه يا اسلام المدخل يا دكتور المدخل طب تعال كده ايه امشي معايا في رحلة علشان نشوف انت بتخش من المدخل على الصحب على طول ولا بتخدك كده ايه لفة ناخد لفة يا دكتور بص ازاي بقى يا اسلام بتبتدي ان انت تخش من المدخل لي هو ايه اللي هو عملاق بتطلع على السلالم دي وبعين تخش على لوبي او صالة ضخمة جدا فوقيها قبة والقبة دي بتخش من وراها شمال تكسر شمال وبعدين تمشي في طرقة ضيقة ضلمة وبعدين تكسر تاني شمال وتبتدي تمشي في الطرقة دي وطول ما انت ماشي في اخر الطرقة دي في ايه نور جايلك من الصحن الكبير ده وفاجأة اخرج من الصحن تلاقي نفسك في الصحن المكشوف اللي بيبيان لك عظمة ووسعة المبنى العملاق ده ايه بتقول ان هي عندها الفيديو تحب تتفرجي نتفرج مع عاكي ايه اه اوكي طيب يلا اعمل شير سكين اه اتفضلي ايه حتفرجنا على الفيديو اللي كان مفروض نتجول فيه ده لو كنا رحنا السلطان حسنا في فيل تريب هو المدخل بتاع السلطان حسن ده هو اهم حاجة فيه بصراحة يعني الجيرلي اللي بتاخدك من بره الجوة هو دي الرحلة اللي لازم تفتكرها وصفلنا يا ايه اللي بيحصل كده من فضلك كيف تصف ليه الاجواء عندكم الان استاذة ايه هل تسمعني اسمعك هو ده المدخل انت شايفين شايفين دلوقتي نفس اللي انا شايفان ده المدخل من بره ده المكرنصات اللي هي في المدخل وعد كده ده الباب خلوا بالكم من الباب الخشب ده لانو هنكلم بعد كده عنه بعد ده هنا هو دخلين بالراحة الرجل بتعجزه ما هو قاعد علمين قدامنا اللوبي اللي كنت بقولك عليه اللي فوقيه قبة والقبة دي متشالة على ثمن مضلع متمن يقال ان هم يحملوا عرش ربك يومائد فوقهم ثمانية ده لسبب ان فوقيها متمن وبعين بتخش شمال تلاقي الطرقة تطلع سلالم تخش في طرقة تانية هنا بقى النور the light at the end of the tunnel تتمشي في الطرقة وانت شايف فيه نور باهر عمال يقرب منك يقرب منك وانت بتتمشيك رغم ان الطرقة ضلمة وفجأة تخرج الى الصحن الضخم الواسع اللي حواليه اربع ايوانات اعلاهم اعلى من ايوان كسرة كسرة دي اللي هي في بلاد الفرس ويتوسط الصحن الميضة اللي فوقيها قبة ودول المداخل بتاعة المدارس اللي هي الابواب اللي ايه اللي لونها بني ده شكرا يا ايه قدينا استمتعنا بالجيرني اللي هي مشت بالزبط ده دي ما انا حاملك بالمؤشر كده دخلنا هنا وبعدين كسرنا شمال وبعد كده مشينا في الطرقة دي وبعد كده كسرنا شمال تاني مشينا في الطرقة اللي اخرها ايه اخرها البوابة المنيرة اللي بتدخلنا على الصحن الواسع اللي حوالي ايه اربع ايوانات اكبر ايوان فيهم اللي هو انهي ايوان لا شمال الايوان ده اللي هو ايوان القبلة سمعتوني وانا بتكلم ولا لسه صوت جيد دلوقتي لا اسمانا طيب ايوان فين اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة انهي واحد في دول الرابع ده الايوان اللي كان بيدرس فيه مذهب من المزاهب الاربعة تفتكر انهي مذهب كان يبدرس في هذا الايوان الاكبر الايه الحنفي الحنفي برافو مين اللي قال الحنفي اما لقلت ابو حنيف ابو حنيفة مظبوط يا اسلام ومين كمان البنت نادين نادين يبقى نادين وابو حنيفة اللي هو اسلام ياخدوا هاكي فيس النهاردة عارف فين المدرسة الحنفية بقى اللي هي دي ده الباب اللي بيودي على المدرسة الحنفية يعني ايه دي القاعات اللي بيقعد فيها ايه الدكاترة بقى والسطاف والتي ايز والرومز اللي بالطريقة المودرن بتعتبر دي الرومز بتاعة الفاكلتي والسطاف ميمبرز يخرج من الباب ده ويروح نازل على قاعة المحاضرات في معاد الدرس يلاقي 800 طالب قاعدين في الليكتشر هول ده مستنيين الدكتور عشان يشرح لهم فأصبح ان كل ايوان من دول مختص بمذهب معين بيدرس فيه بيكون اللي سطاف ميمبرز موجودين في الجزء الخالفي ده بيختصوا ينزلوا يخشوا هنا وهنا كمان عندنا ايوان تاني والمدرسة بباب بتاعه موجود هنا وهنا ايوان تالت اهو والايه والباب بتاعه من هنا وده الايوان الرابع وده المدرسة بتاعته بتخش لها من هنا يبقى اصبح ان كل واحد من دول عبارة عن الليكتشر هول ضخمة جدا والسطاف ميمبرز موجودة في الاركان اللي لو وصفتها لكم يجي بقى النقطة الغريبة جدا اللي هي الحتة اللي فيها القبة ايه الحتة اللي فيها القبة دي؟ تحدي يقولي القبة دي تحتيها في ايه؟ اتفضل يا روين فيها الضريح؟ شن ده اخر المسجد؟ فيها الضريح مظبوط ويبقى هنا بنتكلم على اختلاف جوهال يا روين ان تحت القبة شيخ بدأ الاصر المحفورة حاضر يا روين اصبح من ساعتها وان القبة في عصر العمارة المملكية بتدل على ان في حد مدفون تحتها علشان كده اسمه ضريح وده يختلف جزريا عن توجيه وموقع القبلة اللي كنا بناخده في العمارة الفاطمية اللي كان بيتحط قبتين سغنانين كده فوق رواق القبلة بيتحطوا بيدلوا على بيدلوا على وجود رواق الصلاة ايوا مين كان عنديك سؤال يا روين اه انا مروحتش الجامعة سلطان حسن قبل كده فانا عايز اعرف هو الجزء بتاع الهوصبتل والأورفنج والحاجات اللي على الاطراف لسه الناس ممكن تخشها ولا مقفولة؟ اللي هي الجزء ده اه حاجات دي هو ده اللي بتتكلم عليه الأورفنج والكلام ده كان موجود هنا وبره الجامعة لو شفتي السكشن اللي موجود هنا ده فيه جزء في ساقية مياه كانت بتجيب المياه من البير علشان تأمن تموين المياه في حالة محاصرة المسجد وانقطاع التغذية عنه كان يقال ايضا ان كان فيه صيدلية وكان بيتعامل فيها ابحاث لتصنيع الدواء فواضح قوي ان من كلامك يا روين كده ان السلطان حسن ده كان مهتم ان هو يحافظ على سيرة اجداده ان هو يعمل فكرة المجمع وده اللي تكلمنا عليه اللي بيميز العمارة المملكية ويمكن ده اجابة السؤال اللي كنا بنقول يعني احنا ما شفناش في عمارة الفاطميين بيحاولوا ان هما يعملوا خدمات للشعب زي دول فايه السبب؟ كانوا عايزين واضح ان هما يقربوا من الشعب بطريقة او باخرى فبيعملوا هذه المشروعات الايه الخدمية تعالوا بقى ناخد كده لقطات نتفرج على العظمة بتاعة كل جزء من الست عناصر دور اولا بالنسبة للقارش شايفين قد ايه القارش املاق اتفاعه حوالي 34 متر يعني حاجة بتاعة 13-14 دور مزخرف بطريقة لم يسبق لها مثيل اللي هي المقارنصات في اعلاه ويعلو المقارنصات الاوبة الصغيرة الايه المضلعة ده امكن لو حبينا كمان نتجول في لقطة اكثر وضوحا ان احنا نتفرج على الكلام ده ايه 3D شايفين معايا انا هنا واقف برة جامع ومدرسة السلطان حسن لو انا واقف في المدخل كده هبتدي ابص الفوق زي ما كان حسن فتحي بيوصف ابص الفوق لفوق لفوق رقابتي هتتلوح وانا ببص على الارتفاع الشاهق بتاع المدخل اللي هو في حد ذاته يزيد عن 11 دوري 34 متر ولو دققت في المقارنصات اللي موجودة هنلاقي كمية من الصفوف لو حبيت تعدهم اعد معايا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر ايه دا؟ يعني هو تلاتاشر دوره فيه عندي تلاتاشر صف من المقارنصات يعني لهم الابة النصف دائرية ده ايه اللي عامنا زي الطائية ومتضلعة بشكل يسبه يقال ان هو تشبه اله الشمس عند الفراعنة اللي هو حورس ويقال ايضا انها بتشبه العمارة اللي متاختة من بلاد الانادول في تركيا اللي كان اتى منها بايلك المحسني وهو اللي اخد منها التأثير ده فهذا المدخل العملاق انا شخصيا باعتبر انه هو ده اروع ما يوجد في السلطان حسن لو بصيت على شمال المدخل حابوسة لاقي في الاخر الطرقة الديقة اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي اخرها ميدان المحمودية وفي الافق من وراء هنلاقي المدنة بتاعة جامع محمد علي وقادي مسجد المحمودية اللي هو المقازن العثمانية الشهيرة والناحية التانية لو انا بصيت الناحية التانية كده هتبتدي الاقي ان انا عندي ايه عندي المدخل اللي من ناحية القاهرة القديمة اللي هو بيوديني على جامع ابن طلون اوكي ولو بصيت امامي هلاقي المسجد اللي كان عايز يتعمل انه هو ينافس السلطان حسن بس فشل طبعا بيقلده في كتير جدا من الزخارف اللي موجودة فيه وفي شكل المدنة اللي هو جامع الرفاعي ودي اللي عملته والدة السلطان فؤاد اللي هي تعتبر جدة الملك فاروق فانا عندي اللقطة من الخارج بتبين قد ايه السلطان حسن المدخل بتاعه كان حاجة عملاقة جدا في ناس على فكرة بتحب تصف المدخل ده بانه هو اشبه بمحراب في حد ذاته يعني انت بتتكلم على محراب عملاق كأنك بتتكلم على نيش موجود في حقة القبلة بيؤدي الى ان كأن الناس وقفة قدامه كأنها بتصلي بس بدل ما هو محراب بارتفاع اثنين تلاتة متر ده ارتفاعه حوالي اربعة وثلاثين متر تعال بقى نتكلم على اشهر حاجة موجودة في المدخل ده وهي الباب بتاعه الباب بتاع السلطان حسن اكتشفه انه هو مسروب ايه ده ازاي يا دكتور يعني مسروب يعني الباب اللي راكب النهاردة في السلطان حسن ما هواش بتاع السلطان حسن اما الباب بتاع السلطان حسن موجود فين طلع انه هو موجود في جامع المؤيد شيخ اللي موجود جنب باب زويلة اللي كنا ريسا بنتفرج عليه المؤيد شيخ ده والمماليك البرجية اللي قتى بعد السلطان حسن بحوالي امتين سنة كان عايز انه هو يعني يتعجل في انشاء المسجد بتاعه وعايز يقلد السلطان حسن فعظمته فقالك ايه طب وانا اعمل باب ليه طب انا عندي باب جاهز فراح فاكك الباب بتاع السلطان حسن اللي هو متزخرف قدامك بالزخارف الجميلة ده واللي ما تقلش في روعتها عن المسجد نفسه وراح فاكه وركبه بالمقاس كده في الجامع بتاعه عرفنا ازاي يا دكتور عرفنا ان المدخل ده من جوة للأسف ما كدش باله ان فيه يفطة معمولة بالخشب في الحشوات مكتوب عليها ايه مولانا السلطان الملك الناصر ايه اراها كده في جامع المؤيد شيخ اللقطة هنا دي بتبين لك تاني الطرقة اللي بتوصلك لجامع للمدخل بتاع السلطان حسن من بينه وما بين مسجد الرفاعي طيب فين هنا الايوان الاكبر ايوة يا عبد الحميد في اتجاه الدوم في اتجاه الدوم شايف الجزء البارس ده اللي مرتفع من السطح ده اللي هو تحتيه الايوان القبلة اللي هو بتاع المذهب الايه بتاع المذهب الحنفي ولو بصيت على اللي مين وعلى الشمال الفتحات اللي موجودة ده هي اللي هي الكورتيارد بتاع المدارس اللي قلنا بيعود فيها اعضاء هيئة التدريس بتاعت ايه المدارس الملخ مختلفة هنا الاسبات ان المدخل بتاع جامعة السلطان حسن متاخد من حتة في تركيا فلو انت ببصيت كده للتصميم بتاعه في جامعة السلطان حسن اللي هو عبارة عن ريكتانجل طويل شاهق وفوقيه رقب عاملة زي المسلس اخرها يعلوها ايه يعلوها نصف اه دايرة ولو بصيت مع فارق الاسكيل طبعا للجامع ده اللي موجود فيه تركيا هتعرف ده مسجد طبع السلاجقة اللي هو من اصلهم جاي منهم المماليك بتوع اه بيلك والسلطان حسن من ناحية قلوون واجداده وهنا الحركة بتاعت الايه بتاعت المدخل اللي كنا بنتكلم عليها تطلع وبعين تخش شمال وبعين شمال وبعين يمين لحد ما توصل ليه الصحن الرئيسي ودي الزخارف اللي هي موجودة اما بقى من ناحية العظمة بتاعت الوجهة فخلينا نتكلم ولا حرك وجهة طويلة لأول مرة وجهة بطول 150 متر يعني يرمح فيها الخيل بالفعل وارتفاحها 36 متر وابتتميز بان فيها مجموعة من السكوينشز في اعليها السكوينشز اللي هي المقنصات طول عمرنا كنا بنشوف المقنصات دي فين جوه القوبة في الحتة اللي هي بنسميها السكوينشز اللي بتتشال عليها القوبة من الداخل لكن اول مرة نشوف استخدام السكوينشز في الخارج كمان الخطوط الرأسية اللي معمولة على نظامها الشبابيك اللي سميناها ايه حد يرفع يد ويقول لي الوجهة من الجزاء الاخرى فانا عندي الوجهة متشكلة من الكتلة اللي فيها الضريح وبعد كده الكتلة الرئيسية اللي فيها الشبابيك وعندي بعد كده الكتلة اللي فيها الأورفنج وبعدين كتلة ايه؟ كتلة المدخل لو اخدت نصف دايرة من اعلى سطح الكتلة اللي فيها الضريح هتلاقي ان هي بتتقاطع مع النصف الدايرة اللي جاي من الجزء اللي فيه الأورفنج بيديك الاج بتاع الكتلة بتاعت ايه؟ بتاعت سوري بس التقطعات مش راكبة انا عندي التقطع بتاع الكتلتين دول دي مع اللي تحتيها بيديني مكان الكورتيارد يعني لو خدت النصف بقطر الازرق ده هو اللي طالع من الكتلة بتاعت الضريح لما يمشي مع السطح هيتقاطع في النقطة النقطة دي هتديني المكان بتاع الكورتيارد في نفس الوقت لو خدت ارتفاع المدنى من فوق وخدت هو ده مركز الدايرة بتاعتي وانزلت بيه لتحت هيتديني بداية الكتلة بتاعت المدخل وفي نفس الوقت لو خدت الجزء اللي مين من المدخل وخدت منه الارتفاع ونزلت بيه بنصف كتل هتديني نهاية كتلة المدخل يعني اذا فيه كمية لعب بالجومتري وبالنسب الهندسية اللي يقال عليها sometimes the golden ratio بيطلع لك الابعاد والنسب اللي يخلي اللقطة بالنسبة لعينك جميلة لان احنا فيه عارفين حاجة اسمها الريذم وحاجة اسمها البروبورشن او النسب اللي بتخليك احساسك بالجمال بيتم تقبله من عينك اللي هي متعودة على نسب جمالية معينة موجودة في الطبيعة احنا كنا اتكلمنا في الارت على النيتشر وقلنا ان كتير من النسب الهندسية الماثماتيك اللي موجودة عندنا متاخدة من ايه من الطبيعة فالالاليفيشن ده هي اتكلمنا على الورتكل ويندو بيز وعلى وجود السوينشز وكمان عايزين نتكلم على العلامة المميزة للعمارة المماليك البحرية اللي هي باينة في اللقطة دي اللي هما شباكين ودايرة في النص ده اللي بيخلينا نعرف ان المبنى ده من العصر المماليك البحرية مش من عصر المماليك البرجية اما المقازن فاحنا سبق اتكلمنا عليها واحدة طويلة جدا 68 متر واحدة او قصيارة 36 متر وهنا فيه لقطة لذيذة قوي اللي بيبينلك فيها ان احنا يعني بنبعد عن السيمترية فبدل ما يبقى الجامع سيمتري لا ده الجامع معمول فيه اختلافات في الارتفاعات وفي التناسق لكن بينهم قدر هائل جدا من التناغم بسبب الهندسة اللي استعملناها فيها اللقطة دي مبينلك قد ايه فيه محلات موجودة في المدان واصبح ان المنطقة دي منطقة شعبية بيأمها الناس علشان يشتروا منه احتياجاتهم ويعيشوا حياتهم اليومية وفعلا كده بتخدم عليهم القبة فيها عناصر شبيهة شوية باللي موجود في ايه في قبة قببة قلوون اللي هي مبنية على قاعدة متمنة وفيها اللي هي الحاجات اللي في الاركان بتدعم بيها القبة ده هي اللي هي بنسميها زي باترسز باترسز يعني عبارة عن دعامات لان القبة هنا معمولة بالخشب والخشب ده بيعني بيبقى فيه عنده تندنسي انه هو يتفتح يعني لوح الخشب لو انت حبيت تفعصه تخليه مقوس بيبقى دايما في قوة رفص عايزة تخلي الايه انه هو يتفرد من جديد فكان لازم ان احنا ندعم الهيكل بتاع القبة بالدعامات اللي موجودة ده هي من الجام وحنشوف ازاي ان دي تطورت بعد كده اللي سكوينشز بقى والمقارنصات اللي كنت بشرح لك عليها اهي موجودة في النقطة هنا دي بتبين لك برضو ازاي ان فيه شبه ما بين الجمال بتاع المقارنصات والزخارف اللي معمولة بمية الدهب وبالنقوشات البايومورفيك اللي تكلمنا عنها في الارض واللي زيها موجود في باليرما في سيسلي في ايطاليا بعد كده بعد كده هنا بنشوف الشكل عرائس السماء وهنا بديدي نشوف بقى عرائس السماء في العصر المملوكي الاصلي بقى اللي هي عرائس السماء على شكل اللي هي وكانها ورقة من ثلاث اركان موجودة بدل المدببة او اللي هي مشرشرة اللي شفناها في عمارة الفاطنيين في الازهر وفي الحاكم وفي المساجد الاخرى اما المحراب فبرضو يعني المحراب ده يعتبر من ارواع البحاريب اللي موجودة في عندنا اتنين محراب واحد محراب موجود في الايوان بتاع ايوان القبلة والمحراب التاني اللي مختلف عنه اللي هو موجود في الضريح فأنا لازم تدقق كويس قوي في الاختلافات ما بين الاتنين دول لأن أنا ممكن أجيب لك سؤال أقول لك أنهي واحد من دول اللي موجود في الإيوان وأنهي واحد اللي موجود في الضريح فممكن تقول لي إيه اللي بيخلف الضريح عن الإيوان دقق كده في الرسومات وقول لي هادي المحراب المحراب اللي فيه مسلسات ده ده بتاع أنهي واحد فيهم بتاع إيوان بتاع إيوان القبلة والتاني اللي هو بتاع وقادي الديتيلز بتاع الكاليجرفي ده تمام إحنا كده خلصنا بالنسبة للسلطان حسن فاضل سؤال واحد اللي منكو بتفرج على الخيال العلمي هل تعتقد أن بيلك كان عنده قدرة أنه هو يسبق قوانه ويسبق عصره يعني هل كان المهندس بيلك المحسني سابق لعصره أيوة يا ما هو آه يا دكتور علشان عمل حاجة رائعة جدا لدرجة أنه مفيش حاجة بعد كده بيت أحسن منه تمام والله أنا اتفضل يا ما أنا شايف بأيوان كاسره ده أنا مش هتكلم على عصره ده أنا هتكلم على عصري يعني أنا النهاردة لما أنا بدرس تاريخ عمارة لواحد بنى منشاء سنة 1356 يعني ما يقرب من 700 سنة من النهاردة مش كده ولا إيه طب أنا من 700 سنة لما أحط الخطوط الرأسية ده هي اللي هي متعدية حدود وقته ومتعدية حدود جغرافيته ولقيها النهارة النهاردة موجودة في أمريكا في عصر الناطحات السحاب في حاجة اسمها الشيكاغو سكول فسنة 1896 واللي أخد معايا تاريخ العمارة يعرف قد إيه الأمريكان بيعتبره لوي ساليفن المهندس المعماري اللي ظهر في أوائل القرن العشرين المسؤول عن حركة ناطحات السحاب في أمريكا كلها بيتفاخروا بإن هذا الرجل يعتبر أول من أسس الVertical Window Base وإحنا ما كنا طلبة كده زيكم في المجامعة كانوا بيدرسونا الكلام ده بالنبهار وإعجاب شديد جدا إزاي إنه لوي ساليفن ده اخترع الحركة بتاعت تأسيم الوجهة لعناصر رأسية اللي هي الVertical Window Base علشان يأكد فيها على ارتفاعية ورأسية المبنى عشان كده بيعملها Vertically فإما ييجي لوي ساليفن يقول إن أنا الفادر بتاع الكلام ده سنة 1900 وبايلك يكون عاملها في المسجد بتاعه من 1300 يبقى مين الأولى بالإيه؟ بالإحترام لابايلك لما قاجي النهار ده ألاقي إن الفكرة دي هي اللي بتنتشر في أمريك القرن العشرين والواحد والعشرين ولا إن كل العماير اللي بتتعامل سواء في الصين أو في روسيا أو في الكويت أو في الدول الخليج كلها بتؤكد على رأسية المبنى عن طريق عمل تأسيمات للشبابيك بعضها فوق بعضها في صورة رأسية متصلة علشان أأكد فيها على رأسية المبنى يبقى أقول واو ولا أقول لبيلك يا شابو لا شابو لبيلك شابو لبيلك طيب أنا مش هقف على كده دخليني كمان أدهشك إيه المبنى اللي تحت ده؟ المبنى مجمع التحرير وإيه المبنى اللي فوق في الخلفية ده؟ السلطان عزم طيب مبنى مجمع التحرير بالصدفة لما بنعدي من هناك بناخد اللقطة دي لو أنت منشغل بالكورس زي حالاتي كده ومش قادر تبطل تفكير وعينك عمالة تدور على تحليلات وأوجه شبه وكلام زي كده وتشوف وجهة مجمع التحرير ووجهة السلطان حزن مش هتندهش؟ أقول رابين اللي بعد جده هذا ده حاجة مدهشة لما تعرف بقى أن مجمع التحرير ارتفاعه كم دور يا إسلام؟ ما يكملش عشرين دور به مكتوب أقرأ اللي مكتوب تحت يا حبيب أربعتاشر دور أربعتاشر دور ولما روح أبص على السلطان حزن وألاقي أنه بيساوي 38 متر يعني كم دور؟ أربعتاشر دور بب أربعتاشر دور مش دي حاجة تدهو إلى الاستعجاب؟ أيو طيب لما أجي أبص على تاريخ بناء جامع السلطان حزن مدني سنة كام يا إسلام؟ سنة 1350 لما أجي أبص على التصميم بتاع مجمع التحرير واشوف عدد الغرف اللي جواه ألاقيها كم غرفة؟ 1356 برده إيه ده؟ إيه ده؟ لا أنا أشعرت بصراحة أنا لما اكتشفت المعلومات دي فهمت أن محمد كمالي اللي هو المهندس المعماري اللي عمل مجمع التحرير لابد أنه كان متأثرا بالسلطان حزن بطريقة أو بأخرى خصوصا لو بصيت على مدخل مجمع التحرير من تحت هتبصت لا إن في قلب هذا العمل اللي مفروض إنه هو مودرن عمل لك إيه من تحت؟ طبعا بالنفس القريبة جدا ما دكتل من عمل أرشاط يعني عمل جزء إسلامي في مدخل بارز على وسط إيه؟ في وسط مبنى ألترا مودرن مش كده بس ده أنا هتندهش أكتر لما تعرف إن محمد كمال ده هو اللي مصمم التوسعة بتاعة المسجد الحرام في المدينة المنورة وفي مكة اللي هي توسعة الملك فاك اللي هي أكبر توسعة اللي موجودة لحد النهاردة شغالين بيها لحد لما جيت توسعة الملك عبد الله ده فمحمد كمال من الواضح جدا إن رغم إنه كان بيبني في القرن العشرين إلى إنه كان متأثر جدا ببيلك هل يا ترى بس المصريين اللي كانوا متأثرين ببيلك؟ تعال كده نشوف الأمريكان قريدي اتكلمنا على لوي ساليفن لوي ساليفن في مدرسة شيكاهو عمل حاجة اسمها برودانشل بيلدين برودانشل ليه شركة تأمين شركة التأمين ده هي عمل فيها زخارف هو كان بيحاول يعمل ما يسمى بناطحة السحاب الجميلة اللي هو يحط فيها زخارف علشان يقضي على الملل والرتابة بتاعة الرأسيات فيحط الزخارف اللي انت شايفها في اللقطة ده هي اللي على الليمين دي لقطة للفوليوز أو الزخارف الحجرية اللي محفورة في وجهة برودانشل بيلدين واللي على الشمال البندة اللي مكتوب فيها الكتابة هل في شبه ولا الدكتور ده بيقلف؟ لا في شبه طيب ولو شفت دول طيب ولو شفت دول طيب ولو شفت دول طيب بيحاول يقلد يوصل طيب تعالوا كده نبحث عن ما كتب عن لوي ساليفان هتلاقي انه يكتب ان لوي ساليفان كان متأثر بالوريانتل اركيتكتر شوف اللي متعلم بالاصفر ده لدرجة ان انا ابصة لاقي بالفورتكل ويندو بيز ألاقي الزخارف اللي من فوق ألاقي العرائس السماء اللي في اعلى المبنى اللي اشبه بالجوامة ألاقي الزخارف النباتية المشهورة اللي متاخدة من العمارة الاسلامية لا مع كامل احترامي للعمارة الامريكية يرجع ويبص على فرانك لويد رايت لما جاه لوزار السلطان حسن وقال كيف يسمح أن يترك ناس عندهم هذا القدر من الإبداع والعبقرية في العمارة بتاعتهم وفي الفن بتاعهم أن يتركوها ويحاولوا يقلدوا الغرب اللي هو الغرب نفسه هو اللي بيحاول يقلده مش دي حاجة غريبة ولا لا عموما يعني نترك ما تركه بيلك ونعود إلى ما بدأ به السلطان حسن عندما كلف بيلك بإنشاء something impressive للأسف السلطان حسن زي ما قلنا ماته هو عنده 27 سنة ولم يرى العالم وهو بيحتفل بعظمة المنشأة اللي تركها شاهد على عصره سنة 1970 منظمة اليونسكو أعلنت أن جامع السلطان حسن هو من الأماكن التي تصنف طبع التراث الإنساني العالمي World Heritage Site ودي من الأماكن القليلة اللي بتصنف أنها فيها أثار يجب الحفاظ عليها ليس من أجل مصر ولا من أجل الإسلام بل من أجل البشرية أجمع ففي ختام هذا العمل الرائع وصل أخيرا في القرن العشرين السلطان حسن لما كان يطمح أن يصل إليه I want something impressive يعني يعني يا ريت يا سلطان حسن تكون النهاردة رائد في مكانك وأنت قرير العين وسعيد بأن حلمك قد أصبح حقيقة وقد تركت للعالم ما يدعو إلى الفخر وإلى التأمل لدرجة أن يأتي من بعد كل هذا رئيس أعظم دولة في العالم ويختار أن لا يذهب إلى القلعة أو يتفرق فقط على الأهرامات بل يختار أن يذهب إلى مسجدك وينظر بإعجاب وتنحني رأسه إلى أعلى وهو ينظر وهو أوباما ومعاه هيلاري كلينتون ويشوفه قد إيه عظمة السلطان حسن وهو مش قادر يجيب آخر المبنى من زاوية نظره ويمشي في الطرق الجميلة اللي بتنقله من الضيق والظلمات إلى الساعة بتاعة الصح المكشوف فينالي وصلنا لللقطة اللي كنا عايزين نسألها ليه السلطان حسن ومحمد علي عمرهم ما حيتقابله أنا كده خلصت وسائب التعليقات ليكم عايز أعرف منكم هل الدكتور بتاعكم ده بيبالغ في إعجابه بالسلطان حسن ولا نجحنا في أننا ننقل بعض ما يعني يجيش به صدري من إبداع وإبهار في منشأة وحيدة تكاد تقف شاهدا على عصر اندثرت فيه قيم الجمال وتحولنا في العصر الحديث إلى القبح وإلى محاكاة الغرب بطريقة مثيرة للشفقة أنا دلوقتي خلصت اللي عايز يعلق يبتدي يقول أحمد صبحي دكتور احنا هنا مرة فات إن محمد علي من انسبات با الوربان كالشور والأركيتكشور أما بالنسبة للسلطان حسن كان للفاطمين أكتر من سبايرد بالفاطمين والأركيتكشور بتاعد مش للفاطمين دي العمارة الإسلامية هو مش بتأثر بالفاطمين ترجمة نانسي قنقر